هل سألت نفسك عن فوائد ماء الليمون من قبل؟ ولماذا يجب عليك تناوله من وقت لآخر؟ يتجه معظم الناس لشرب مياه الليمون هذه الأيام حتى أن العديد من المطاعم بدأت في تقديمها بشكل روتيني ويبدأ بعض الناس يومهم بتناول ماء الليمون بدلا من الشاي والقهوة ومما لا شك فيه أن الليمون له نكهة لذيذة ولكن مع إضافته للماء هل سيعطيك فوائد صحية؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتناول هذا المشروب؟ هذا ما سنجيب عليه في هذا الفيديو ولكن قبل ذلك لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة ما هو ماء الليمون؟ ماء الليمون هو عصير الليمون الممزوج بالماء ويمكنك إضافة كمية الليمون بالقدر الذي تشاء كما يمكنك تناول هذا المشروب باردا أو ساخنا وقد يفضل بعض الناس إضافة القليل من قشرة الليمون والقليل من النعنى أو المكونات الأخرى أصبح تناول مياه الليمون في الصباح شيء مشهور ويفعله الكثير من الناس حيث يقال أنه يساعد على تحزين المزاج ومستويات الطاقة والجهاز المناعي ويحسن الأيض فوائد ماء الليمون تم إجراء القليل من الأبحاث العلمية على وجه التحديد حول تأثير فوائد ماء الليمون على الصحة كما أن هناك أبحاث أخرى عن فوائد الليمون والماء بشكل منفصل ومن هذه الفوائد نذكر ما يلي أولا ماء الليمون يحافظ على رطوبة الجسم يعد الماء من السوائل الضرورية التي يجب علينا شربها بشكل يومي وبكميات وفيرة من أجل الحفاظ على رطوبة الجسم فعند شربه مع عصير الليمون قد يساعد ذلك في تسهيل الحصول عليه واستساغ الطعمه والالتزام بتناوله دون تقاعص ثانيا ماء الليمون غني بفيتامين سي جميعنا يعرف أن الحمضيات مثل الليمون غنية بفيتامين سي وهو مضاد للأكسداء ويساعد على حماية الخلايا من الجزئات الحرة الضارة كما أن فيتامين سي قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرائين والسكتات الدماغية وانخفاض ضغط الدم فقد أظهرت بعض الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين سي وخاصة للرجال الذين يعانون من السمنة وارتفاع ضغط الدم لديهم نسبة أكبر لخطر الإصابة بالسكتات الدماغية قد يساعد فيتامين سي أيضا في منع أو تقليل فترة نزلات البرد التي تصيب معظم الأشخاص حول العالم وبالرغم من أن الليمون لا يتصدر قائمة الحمضيات الغنية بفتامين سي إلا أنه لا يزال مصدر جيد له ووفقا لما تقول وزارة الزراعة الأمريكية فإن ربع كوب من عصير الليمون الخام يمنحك حوالي 23.6 جرام من فيتامين سي أي أكثر من 30% من الكمية الموصى بها يوميا ثالثا ماء الليمون يساعد على تحسين جودة البشرة فيتامين سي الموجود في الليمون قد يساعد في تقليل تجاعد الجلد وقد أكدت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية للتغذية السريرية أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من فيتامين سي ستقل لديهم مخاطر الإصابة بتجاعد الجلد والجفاف الماء يحسن من صحة الجلد بطريقة مثيرة للدهشة ويحافظ على رطوبته إذا فقدت بشرتك الرطوبة فإنها ستصبح جافة وأكثر عرضة للتجاعد ولكن حتى الآن فالأمر ليس واضحا ما إذا كان أيهما أفضل شرب ماء الليمون أو استخدام مرتبات البشرة ولكن يوصل الخبراء بشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميا للحفاظ على رطوبة الجسم وتخليص الجلد من السموم رابعا فوائد ماء الليمون لفقدان الوزن أظهرت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية السريرية والتغذية أن مضادات الأكسادال بلوفينول الموجودة في الليمون تساعد في تقليل الوزن والذي يحدث بسبب الاعتماد على نظام غذائي عالي الدهون وبالإضافة إلى ذلك فإنه يحسن مقاومة الأنسولين وبالرغم من أن النتائج تحتاج أن يتم إثباتها على البشر فإن هناك العديد من الأدلة القصصية القوية والتي تثبت أن ماء الليمون يدعم فقدان الوزن وذلك بسبب تناول كثير من الماء مع الليمون والذان يثبتان فعاليتهما خامسا شرب ماء الليمون يساعد على الهضم بعض الناس يشربون ماء الليمون كملي طبيعي في الصباح للمساعدة على منع الإمساك تناول الماء والليمون الساخن أو الدافئ عند الاستيقاظ سيساعد على تحريك الجهاز الهضمي ويعتقد الأطباء أن طعم الليمون الحامضي قد يساعد على تحفيز جهازك الهضمي وذلك بتقويته مما يسمح بهضم الطعام بسهولة ويساعد على منع تركم السمو سادسا تناول الماء بالليمون ينشط التنفس هل جربت ذات مرة فرك الليمون على يدك للتخلص من رائحة كريهة قوية؟ الليمون يمكنه إزالة الروائح الكريهة من يدك وهذا قد ينطبق أيضا على رائحة الفم الكريهة الناتجة عن تناول أطعم ذات الروائح القوية مثل الثوم والبصل والسمك حافظ على نفسك منتعش ورائع عن طريق تناول كوب من الماء بعد الوجبات سابعا ماء الليمون يحميك من تكون حصوات الكلا قد يساعد حمض الليمون في منع تكون حصوات الكاليسيوم في الكلا ويوصل خبراء بزيادة كمية حمض الستريك التي تحصل عليها لتقليل فرص الإصابة بحصوات الكاليسيوم شرب المزيد من عصير الليمون لا يجعلك تحصل على المزيد من حمض الستريك فقط بل أنه يجعل جسمك يحصل على الماء الكافي لمنع تكون الحصوات تناول نصف كوب من عصير الليمون يوفر لك نفس كمية حمض الستريك التي يمكن أن تحصل عليها في الأصناف الطبية التي يصفها لك الطبيب طريقة عمل ماء الليمون للحصول على الفوائد الصحية الرائعة لماء الليمون فعليك تناول هذا المشروب الرائع باستمرار كما أنك ستحتاج إلى أكثر من شريحة الليمون في الكوب الخاص بك عندما تقوم بصنع مشروب الماء بالليمون استخدم دائما الليمون الطازج وليس الليمون الصناعي ولعمل ماء الليمون قم بعصر نصف الليمون على ثمانية أوقية من الماء الدافئ أو البارد للحصول على مشروب صحي قم باستخدام الماء المفلتر أو الليمون العضوي ويمكنك إضافة النكهة لماء الليمون عن طريق إضافة عدد قليل من أوراق النعناع وملعقة صغيرة من العسل الخام بالإضافة إلى شريحة من الزنجبيل الطازج والقليل من القرفة ابدأ صباحك دائما بتناول كوب من الماء الليمون الدافئ وضع بعض شرائح الليمون في قنينة الماء الخاصة بك وتركها في الثلاجة وقم بتناولها على مدار اليوم الآثار الجانبية لتناول ماء الليمون يعتبر تناول ماء الليمون آمن بشكل كبير ولكن هناك بعض الآثار الجانبية المحتملة التي يجب أن تكون على دراية بها حيث يحتوي الليمون على حامض الستريك الذي قد يؤدي لتآكل طبقة المينة وهو أمر سيء للذين يعتمدون على الليمون للتخلص من النفس السيء وللتخلص من هذه المشكلة قم بشرب ماء الليمون باستخدام الماصة وقم بشطف فامك بعد أن تنتهي من تناوله كما أن تناول ماء الليمون قد يسبب حرقة المعدة فحامض الستريك الموجود في الليمون يسبب حرقة المعدة لدى بعض الأشخاص وقد يتخلص البعض الآخر من حرقة المعدة وذلك بعد أن يصبح الليمون قلوي في الجهاز الهضمي إذا كان تناول الليمون يسبب لك حرقة المعدة فتجنب تناول ماء الليمون بعض الناس يقولون أن تناول ماء الليمون يزيد من كميات البول ويجعلك تذهب للحمام كثيرا وبالرغم من كون عصير الليمون مدير للبول ويزيد من إنتاجه إلا أن الأدلة تثبت عكس ذلك وأن فيتامين سي الذي تحصل عليه من مصادر طبيعية ليس له أي تأثير مدير للبول لذلك فإن السبب في هذا الشعور قد يكون شرب كميات كبيرة من الماء وليس الليمون الخلاصة أظهرت الأبحاث أن ماء الليمون له فوائد صحية عديدة وذلك بالرغم من الحاجة لإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث ولكن بإضافة الليمون إلى ماء الشرب الخاص بك فهذا سيجعلك تشرب المزيد من الماء طوال اليوم مما يحافظ على رطوبة جسمك يمكنك تناول ماء الليمون ساخنا كبديل لبعض المشروبات الساخنة التي نتناولها ويمكنك أيضا شربها باردة للشعور بالانتعاش والنشاط وبأي طريقة ستتناول عصير الليمون بها فإن ذلك سيمنحك العديد من الفوائد الصحية وإلى هنا أعزائي متابعي قناة تاج الصحة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتكونوا أول من يتواصل بالفيديو القادم نلتقي في فيديو جديد وإلى اللقاء